وبعدين لما ييجي مثلاً بعد النجاح الموزل اللي عملته مونة الشازلي في العشرة كان صعب جداً إن في حد وحد يروح داخل على البرنامج بعد ما كان نجح جداً 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 ويحافظ عن نجاح فهتعقد المقارنات وكمان هيقولي خلاص الكرفة هيقع ده لأ 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 لأنه كان نفسه وعايز أقولك إن أكتر واحدة تحمست له كانت مونة يعني وعنونة تحمست إنه اللي يعمل برنامج واقل كان فيه اختيارات أخرى ظهور أو دخول واقل لبرنامج العشرة بعد مونة كان قدامه ساعتها بقى زي بيقولوا عليهم كده بالإجليزي رايفلز فيه كم منافسين غير طبيعي على الساحة والأهم إنه كانت فيه 17 توك شوز لأ ومزيعة نجحة جداً ده مش كده الأكبر من المنافسين المنافسين كان ناجح حالوي يعني العشرة كان ناجح جداً ده مجالة شك فيه وكان من أعمل ورقم واحد بس في إنها خلاص كان فيه كم برنامج قدام العشرة كان فيه طبعاً كان كلهم 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 كان فيه عمرة أديم طبعاً شاشة أوربت وهي ومنة كده تلاتة في الوقت اللي جي فيه اللي حنا بنتكلم في 17 برنامج توك شو موجود كون إنه هو يحقق كل هذا الإشراق وهذا البزوغ دي في حد ذات عشان كان نفسه بص جزء كبير من المزيعين اللي ظهروا في التوقيت ده كان دايماً عندهم نموذج أنا حابقى حمد أنديل أنا حابقى مفيد فوزي هو لا هو كان عايز يبقى فقط يبقى وائل وائل صحيح عشان كده كان شخصيته كمان موجودة